السلام عليكم والإخوان نحياكم الله معكم أخذي لكم علي باريش دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عن الشعب المغرب العظيم هاد الموضوع اللي غنتكلم علي في الفيديو مبني على تسريبات صوتية وهاد الموضوع عندي أنا مهم حقيقة لأنه غيفتحنا واحد مجموعة من تساؤلات على الجزائر وعلى هذه اللي كيسموها بين قوسي الجمهورية الصحراوية وبالأخص الجزائر ربما بعض منكم يجيه الموضوع التافي حقيقة ولكن كنشوف لأنه الموضوع مهم جدا بالأخص المهتمين بالدراسة على الجماعات المتطرفة والجماعات الإرهابية وتحركات الجماعات المسلحة في العالم وبالضبط في شمال أفريقيا في منطقة الساحل والصحر هاد الفيديو غنتكلموا فيه على موضوعين وحقيقة عنده بنفس المضمون يعني موضوع واحد هذا الشخص اللي يظهر لكم في الفيديو اللي يلابس دراعة زقا إذا ركزوا شوي على طريقته وشكل اللي لباسه حتى دراعته ربما ستلمسوا فيه وحالة لمسة أزواذية حقيقة لأنه هذا الدراعة حقيقة نتوبها على وجه الخصوص هو توب معروف به الأزواذ ولكن هذا الشخص سحراوي هذا سحراوي كيسكن في مخيمات تندوف ومهما على أنه لابس هذا الباس بهذا الشكل والتام بتلك الطريقة والدراعة من هذا النوع وبذاك اللون وبذاك بتلك الجودة فأكيد مؤكد عنده ميول أزواذي أو كان كيعيش في الأزواذ أو محتكم الأزواذية المهم اللي عندي أنا هذه ملاحتي ملاحتي خاصة اللي عندي أنا مهم جدا هو أنه هذا الشخص من ساكنة مخيمات تندوف شداته البوليزاريو قبل أيام قليلة أيام القليلة الماضية شداته البوليزاريو قبضوه قبضوه مدخل 775 سلاح من نوع بيكاتي وهد السلاح تقدو تبحتو على انترنت كتبوه غير بيكاتي غيطلع لكم بيكاتي هو واحد نوع من السلاح سوفياتي كي نقولولي احنا بالدرجة المغربية كالاشينكو ولا كلاش لك الرشاش الكبير ديال الحرب وديال القتيلة وديال العصابات وكيستعملوه حتى الإرهابيين هو اللي كين عند الإرهابيين في الشمال المالي في الأزوان إلا لاحظتهم وبحثوا على هد النقطة بالضبط في الشمال المالي الحركات المتطرفة الإرهابية غالجبرو عندهم هذا النوع من السلاح منتاشر حقيقة في جميع دول العالم أي حد يقد يشريه في هد الدول اللي ما عندهم لها أمن مخربين الدول الزريبات بحال المالي بحال الجزائر أي حد يقد يجبرو المهم هذا الشخص دخل 775 من هد السلاح بيكاتي المخيمة تيدوه وقفضته البوليزاريو قفضوه فمشو به العذلة مشو به العذلة حتى يتفاجئوا ساكنة مخيمة الدوف لأن البوليزار طلقعته هذا الصورة رح مصورها جديدة في مخيمة الدوف ويكتبوه على سلامتك وعلى سلامتك كيفاركونوا خروجوا من الحبس وغنستمعوا في التسريبات تساؤل علاش هي البوليزاريو باعتبارها بيبقى دولة جمهورية الدوفية وعند المحكبة وعند المخابرات وعند الشرطة وعند الجيش لاش تلقوا صراحه ورغم أنه انبخل 775 من هاد النوع من الضخيرة هاد الكراشات الرشاشات الكبار منين جابه كيفاش قديده وليش تلقوا صراحه سؤال أخر لي أكيد ومؤكد يتار في دهنكم 775 بيكارتي منين جابهم أكيد ومؤكد جابهم من الشمال المالي الأزوار وغنقول لكم عليش جابهم متى ما ركزوا معي غنقول لكم علاش السؤال الثالث مخيمة تندوف بعيدة كل البعد على الحدود المالية إلا بغى حد يدخل من الحدود المالية ولا حتى من النيجر يتوجه إلى مخيمة تندوف أكيد ومؤكد غيمر على حدود ترابية جزائرية فيها شرطة الحدود ولا الجيش ولا الضرك مراقبة كيفاش هاد الشخص تمكن على أنه يدخل سبعمية وخمسة وسبعين من داخيرة بيكاتي ووصل بها إلى مخيمة تندوف فين كانوا الجزائريين فين كان الجيش الجزائري فين كان درك الجزائري فين كانوا مخابرات فين كان سلطة الحدود ولا درك هذه أخوتي زريبة هذه جزائر حضيرة هذه الجزائر والله القسم مدولة النقطة التالية لماذا وجبهم المخيمة تندوف هذا الشخص جضر هذه الحرية كابلة وهذه الشجاعة لتخطى كل الحدود والتراب الجزائري وصل حتى مخيمة تندوف بكل النراج عالميا حقيقتا واللي هو على أن سبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإستراليا وكندا وعلى كبير من الدول وزاراتهم الخارجية وصيفاراتهم في الجزائر حضروا مواطنيهم من زيارة الجنوب الغربي لجزائر بالضبط تندوف لماذا لماذا حضرهم حضرهم لهذا السبب بالضبط لأنه في مخيمة تندوف ناشاط إرهابي لأنه في مخيمة تندوف هناك عناصر إرهابية منين جوا هذا الناشاط الإرهابي وهذا العناصر الإرهابية جوا من الشمال المالي بعدما دخلت مالي والجيش المالي المدعوم بالفاغنر في حرب على الحركات الأزوابية والجماعات الإرهابية اللي كتشط في هذه المنطقة عاد الإرهابي يواجه نقطتين يواجه ما صير محتوم إما مواجهة الجيش المالي مدعوم بالفاغنر وبالتالي الموت وإما الفرار بجلده وحياته وروحه جماعات الإرهابية في الشمال المالي منضمين لهم عدد كبير من العناصر الأزوابية اللي مدربة وخريجة مدارس البولزاريو في مخيمة دوف أبرزهم بطبيعة الحال أبو وليد السحراوي قائد جماعة إرهابية في الشمال المالي اللي كانت تقتل في 2021 قتلته فرنسا وكذلك أبو حديفة اللي بتقتل قبل شهرين من الآن تقريبا زيادة على هذا في الشمال المالي قيل ويقال كنا واحد جماعة إرهابية كلها متكونة من عناصر من البولزاريو يطلق عليها المرابطون كلهم عناصر البولزاريو مطالقوا من مخيمة دوف وقبل شهرين تقريبا كانت تقتل المدعو أبو حديفة قتل الأزوابين ودعت مالي على أنها هي اللي قتلته هد أبو حديفة من تقتل جاءوا بعد الأزوابين المكان أو القلع اللي كان فيه أبو حديفة شنو كيجبروا كيجبروا واحد مجموعة من الأسرة كان قابضهم أبو حديفة وجمعتهم اللي فيهم واحدين عناصر البولزاريو وهدو الأسرة كانوا أعطوا واحد التصريح اللي أنا كنت سجلته حقيقتا ونشترشه في قناتي وجاني لي واحد ينظار من اليوتيوب هدو الأسرة اللي كانوا مقبضين عند أبو حديفة صرحوا لأنهم كانوا معاه أشخاص يلقبون والذي زاد عندهم أسماء بالحسانية وحربوا يعني من جاء هدو الأزوابين وهجموا على هد أبو حديفة وهد أشخاص اللي كانوا معاه جبروا هد الأسرة وهو حكا وصرحوا الأسرة لأنه كان مع أبو حديفة أشخاص خلقين كتار هربوا هاد الأسرة بين قوسين جبرون سبحان الله ولا إلي الله مقطوعين الأرجول الأيدي هد الطريقة من التعذيب وقطاع الأرجول وقطاع الأصابع وقطاع الأيدي كانت تقدير البولوزار في السبعينات والثمانينات والتسعينات ضحايا سجن الرشيد وهد تقطعوا حقيقة في هد السجون البولوزار بين نفس الطريقة وعلى سبيل المثال مهدي ودعت من سويح رحمة الله علي وبون والعالم حتى هم تقتلوا في مخيمة تندوف في السجن الرشيد بهذا الطريقة عموما الأشخاص اللي كانوا مع أبو حدي فهربوا فين هربوا اللي هايكونوا مشاو اللي كانوا صحراويين ينحادروا من مخيمة تندوف من البولوزار أكيد مؤكد هايكونوا رجعوا مخيمة تندوف وبالتالي حد عنده سلاح في الشمال المالي وعنده سلاح كتير قد يحمل والتسيار ويرجع به مخيمة وإحتمال كبير أنه هذا الشخص اللي عنده دراعة زرقة بعدما تم التضييق عليه من طرف الأزواذيين والتضييق عليه من طرف الفاغنر والجيش المالي وأصبح الموت حتى تم حمل تلك الزخيرة 775 فيكاطي وتوجه بها عند البولوزار وصبحوا لي بش يدخلها إلى مخيمة الدور فالتقبض تقول أنه التقبض أيام قليلة وطلقوا صراحة وهذه كانت تستغرب لها حقيقة سمعوا تسريبات الصوتية على الموضوع الأول ونمشوا الموضوع الثاني اللي غاد نحاول أن وصل لكم فيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحابة الصحراء بكافة صوت النخب وشحار كم سأساكم ان شاء الله تكونوا بخير وإنكم وعليكم بخير كاملين وشحاركم ما سين قبل الخير الحمد لله هرقت وباس ماشاء الله هلّا خالق موضوع هون زي عندي نطلب موضوع للنقاش ونتمنى على الليلة كاملة شارك فيه شارك فيه وهو أخبار الضراء المال بوه النهار وده قابضين وعندو قابضتوا ومعرفوش هلا سباب اللي جعلتوا ينطلص على هنطلص بيكم سهلة ونطلع لكم موضوع بإذن الله تعالى يقدر ابوك هذا محكوم نهار وهذا شايبين ورافد رافد أسبعمية وخمسة وسبعين عمارة بيكاتي وطلطرس اليوم المحكم بريمال مرحبوه سهلة يا قلبية سهل خير لقدر ابوك هذا قول مقبول رافد الذخيرة ونطلص بريج أقول لكم أنا قاعدتما يجري فيها رقاشا والنظام حق فرقاشا نحن استغلال قول جزالة يقبلوا عنده نك بصونة ماهه مرأ نك بصونة خاوية نحن يلبي يقبل جزالة نك بصونة خاوية دور فارق يوقيع اللي الكمية من ذخيرة أعوذي بداية فضيحة هذه أو هذه الأنوية خاصة تنغش هذا النظام إذا عاد يطلس العيين ويطلس الفنيت كيف تخلق أولاً عاد يخدم خدمة المغادة لا يخدم الوطنية لأنه أبداً ما أعلنه لا يضحك فالوكي الأذي ومع النظام مت Latino ويطلس الموطنية رواية بدأنا عندي ناهي معقولة يعطي الناس تشوف فيها تلاقي جزي رواية أنا ناهي ناهي معقولة أنا أضحك فخلقوا طوف أقابل حديق بشغط ويحبوا سأل الجماعة يكلا بها سألخل هادي مطلعين صوته ممالو هذا ولي مقبول عنده ذخير الله شنون لمشو الموضوع الثاني المشابه حقيقتها نفس الموضوع واللي لا يقل أهمية على الموضوع الذخير 775 بيكارضي هادي واحد الأيام البوليزاريو ما يصطل عليه بين قوسين الدرك الصحراوي يقاوا القبض على واحد مجموعة من السيارات زازائرية حاملين واحد الشحنة كبيرة من مخدر القرقوبي هذا الأقراص المهلوسة وهذه الواتات والذات هذه السيارات صوروهم أشخاص يسكرون في مخيمته وبالتالي انتشر الخبر جاء ما يصطل عليه بين قوسين درك الصحراوي ولقى عليه من القبل فاضطرت البوليزاريو لأنها تخلص من هذه الشحنة أو هذه الحمولة من القرقوبي وتصورها وتنشرها فعلاش باش ما يبقىوش يقولو لأنه البوليزاريو قبضت القرقوبي وستعملوه اللباعو لشيء من القبيل فالغريب في الأمر لأنه أثناء التصوير هذو قيادات ومسؤولي بين قوسين الدرك الصحراوي تعطيت لهم الأوامر باش يصرحوا لأنه هذه السيارات المحملة بالأقراس المهلوسة القرقوبي جاية من غرب الجدار الرملي بمعنى جاية من المغرب وهذه كذبة حمرة وقد اي حد يفكر فيعرف على أنها كذبة حمرة علاش الجدار الرملي اليوم مقفول من في وقفة يطلق النار كنت قلتوها بين ألف وتسعمية واحد وتسعين و ألفين وعشرين قدو صدقوها ولكن اليوم بوليزاريو عال نحرب على المغرب وأي ذبانة ما تزنزنش في المناطق العازل وتقومي شيء من غرب الجدار الرملي هذه كذبة هذا القرقوبي الخوتي شكوه معروف به عالميا لأنه كينتجوك يصنعه هي جزائر لكن تكلموه عالميا وهذا القرقوبي كينتجوه مصانع أو مختبرات تابعة القياذيين ومسؤولين وجنارات جزائرية وتخيلوا على أن الجزائر تعتبر أكثر دول العالم إنتاج لهذا المخدر في العالم وجميع القرقوبي اللي كينتجوه في موريتان في مالي في جميع الدول كي يجي من الجزائر عبر الحدود الجزائري المشتركة واليوم في مخيمة تندو وفي شباب مخيمة تندوف حتى النساء كلهم كيستعملوا هاد القرقوبي الجزائر لكن حيث هم كلاب حيث هم بيضون كرامة ما يقدوش يقولوا كلمة على الجزائر وفي نفس الوقت يستغلوا هاد القاضية ضد المغرب قالوا على أنه جاي من غرب الجدار الرمي وهذه كذبة واضحة وتمعاني حرب على المغرب لقدت هاد الوتا و هاد سيارة تجي من المغرب وتوصل حتى مخيمة تندوف حتى انتوما كبولوزاق قدوا اليوم تسلوا وتوصلوا حتى الجدار الرملي وتدخلوا الى المناطق ولزاد المدن الصحراوية المغربة وتقتطفوا صحراويين وهذا الحلم اللي كتحلموا بها انتوما من السبعينات حياكم الله ويحي الشعب المغري العظم حاجز كمية معتبرة من المهلوسات الغادمة من خلف الجدار الظلي والعر وتم تقديمها للجهات المعانية الجهات الغضائية المعانية